تنبيه هام هالنشرة اخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصدقية جميع محتوياتها من عنوين وتفاصيل قنب اعدادها ثل من ايطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة هدف الفقرة الدعاء بالغير وكل تشبه بين بين الواقع فرامي مش بالعاني ضربت البداية بخبر عاجل ثلاثة طائرات من سلاح الجوى التونسي تقصف مقر قيادة الموساد بتلبيب ردا على استهداف المواطن التونسي هذا وقد اعلن القائد الاعلى للقوات المسلحة التونسية الباجي قايد السبسي وضع كل القوات المسلحة التونسية في اهبة الاستعداد ودعا الشعب التونسي الى تحمل تابعات الحرب مع الكيان الصهيوني وان تونس لا تتسامح مع سيدتها الوطنية ومن ناحية اخرى قررت مصر والجزائر وضع قوتها المسلحة في حالة تأهب قصوى وحماية الاراضي التونسية منفعلة بذلك اتفاقية الدفاع العربي المشترك هذا وقد رصدت البوارج الحربية المصرية في اتجاه للمياه الاقليمية التونسية فيما حلق سلاح الجوي الجزائري بكثافة فوق المجال الجوي التونسي اكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها ان جميع التونسيين من اصول تونسية كانوا متواجدين البارحة في تونس ولم يشاركوا في اي عملية ارهابية وعلى عكس ما روجت له وزارة الخارجية ورادت لبكالة رامل الانباء معلومات من داخل المخابرات التركية تفيد ان منفذ عملية اغتيال السفير الروسي من ابن تركي وام تونسية صرح اخصائية في تشريح بمستشفى شرنيكو لمرسل نشرف العطروس ان السفير الروسي قد توفي بفعل سكتة قلبية وتصريح مدوي لوزير العدل السابق نوردين البحيري الذي قال بالحرف الواحد الموسات اشعة ولشد موسات اجيبولي اشتركوا في القناة